اليوم الأول بدأنا نصل إلى توافقات وحصل توافق على مسألة مفواضية لمكافحة أو مواجهة التمييز هل كان يتصور مجلس أمناء الحوار وأماناته الفنية أنه من اليوم الأول نقدر نوصل إلى مشتركات وتاني أنا بأكد على الكلمة توافق مش تصويت آه طبعاً كان إحنا طبعاً في مجلس الأمنة أخذنا مدة شوية في التحضير من وجهة نظري مدة التحضير دي هي اللي أفرزت الشكل اللي أنت شايفه سواء في الجلسة الافتتاحية أو في أول يوم في المحور السياسي النهاردة فترة التحضير خد يعني خلت حاجتين يحصلوا رقم واحد أن أنت تحط بعض القواعد التي يرتضيها الجميع على أساس هيمشي الحوار قواعد معلنة حطناها مع بعض وارتضناها مع بعض عيل دي رقم واحد رقم اثنين أن إحنا في الجلسة الافتتاحية كنا حريصين تماماً على أكبر تنوع ممكن على كل الطيف السياسي يبقى موجود كل الطيف المجتمعي يبقى موجود الشخصيات العامة الشخصيات المهنية المجتمع المدني التحضيرات دي هي اللي ادتك الشكل بتاع الجلسة الافتتاحية واليوم بتاع المحور السياسي فيه أضايا بطبعتها ممكن تصل فيها لتوافقات الأضايا التي تشكل مشكلات ملحة أو فيها استحقاقات دستورية آن الأوان لتنفذها زي مثلاً مفاوضية مكافحة التمييز استحقاق دستوري يعني الاستحقاقات الدستورية محدش بالعكس هو الدستور بيحط كل ما هو نافع للدولة ونافع للمواطن لكن هو بس دايماً بتبقى وجهة النظر متى وقت التنفيذ فبالتالي طبعاً فيه قضايا يعني المستهدفات أن احنا أكبر عدد من القضايا يحصل عليها توافق المستهدف الثاني أن يبقى عندنا توافق جزئي في بعض القضايا المستهدف الثالث أن القضايا التي لن يتم عليها التوافق أو لم نستطع أن نصل فيها لتوافق فيه قيمة لطيفة جداً في الموضوع أن احنا هنحترم الأراء كلها وهنعرض الأراء كلها والمشكلات اللي ما كانش عليها توافق بالحجج بتاعة كل رأي للسيد الرئيس